ويا مساء الإيجابية وكل شي جميل علينا وعليكم يارب استكمالها لموضوع الترطيب بشكل سريع إن شاء الله رح أبين بعض النقاط المهمة اللي ممكن إن شاء الله بعدها بإذن الله تستوعب فكرة الترطيب عبارة عن إيش أول نقطة ممكن أتخيلها معك أعتبر حبات البن هي نفسها حبات الشاي لو أنت خليت كيس الشاي في الكوب وفي موية حارة لمدة عشر دقائق رح تفرق عن فكرة إنك لو خليت الكيس لمدة دقيقتين هذه هي نفسها فكرة الترطيب لكن يختلف عنها إن في القهوة حنا نتعامل بالثواني وليس بالدقائق فعشان كده لما أنت تنزل شوية موية تمام على ضغط اثنين بار اللي نفرض وخليت حبات الموية تمام تنتشر في الكيكة أولا انتشارها يساعدك أن مرور الماء وقت الاستخلاص رح يكون على كامل الكيكة هذه أول نقطة ثاني نقطة رح تخلي حبات الموية اللي موجودة وقت الترطيب خلال خمس ثواني إلى ثمان ثواني رح تصير تمتص الفائدة وتمتص الزيوت بشكل أكبر من الكيكة عشان لمجرد أنك تبدأ استخلاص تنزل الموية لو أنا عندي حتى مشكلة في الشورسكرين أو فيه انسداد أو كده فكرة الترطيب تعالج لها النقطة هذه أو خلال نقول يعني تساند شوية في النقطة هذه فلما تجي الموية تنزل على الكيكة نزولها رح يدفع حبات الموية اللي موجودة اللي أنا منزلها وقت الترطيب اللي هي فيها الطعم الغني اللي أريدي أصلا ترطيب عززلي يعني النكهة اللي موجودة عززلي الإحاءة اللي موجودة عززلي الحمضية أو المرارة اللي موجودة في حبة البن ففعليا أنت تبدأ تلعب على النقطة هذه لو كان البن في حمضية في إحاءات فاكهية فبالنها أنت رح تعزز الحمضية في نفس حبات البن ليش لأنك أنت خليت مثلا والله لنفرض أكثر من ثمان ثواني كل ما يعني بشكل عام الترطيب له إيجابيات وله سلبيات لكن إيجابياتها أكثر من سلبياتها لكن متى تجي السلبيات إذا أنت طولت في مرحلة الترطيب رح تبرز عندك المرارة حالة حالة الشاي بالنهاية الشاي كل ما خليتها في الكوب زيادة كل ما أعطاك لون أكثر ومرارة وتحس يعني بلسانك حتى فيه جفاف بسبب هالمرارة هذه فمعناتها أنت المفروض أنك تلعب على وتر ما بين ثلاث ثواني إلى ثمان ثواني ترطيب عشان بالنهاية تأخذ أقصى ما في الكيكة من خلنا نقول طعم غني وتعزيز للطعم نفسه اللي موجود في حبة البن طيب خلينا نستنتج مع بعض وش الفكرة النهائية من حكاية الترطيب وسالفتني أنا رطب ثلاث ثواني خمس ثواني إلى ثمان ثواني بالنهاية أنت شخص حسب الدائقة اللي أنت رغبها أنا إنسان أحب أني مثلا أشوف أجرب أشوف استخلاص في بعض الأحيان أنا أستخدم مثلا ريشي معين واحد على ثنين واحد على واحد فاصلة ثمانية فأبدأ أنا أوصل للطعم المرغوب اللي أنا أرغبه وليس مجرد أنه والله أنا تبعت قاعدة معينة وخلاص أمشي عليها وصلى الله وبرك صح أنه جميل الوحد يتبع قاعدة وعلى أساسها يقدر يعرف هل الطحنة مناسبة هل الطحنة غير مناسبة لكن نفس الوقت إذا أنت وصلت للمرحلة هذه تبدأ بعدها تشوف أنت كيف تبرز الإيحاءات هذه كيف تبرز طعم البن اللي المفروض أنه يطلع من حبات البن حتى لو كان عندك مثلا المكينة أداءها ضعيف لكن بالنهاية أنت بالطريقة هذه ممكن تبرز أقصى ما فيه المكينة بشكل عام من مسألة الترطيب وغيرها يعني وإن شاء الله يربي أني وصلت الفائدة بشكل سليم وأن أصبت فهو من الله وأن أخطأت فهو من نفسي وإذروني عن الإطالة